اشتركوا في القناة يركز الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية نقلا عن القاهرة 24 نادي الزمالك نجح في الساعات الماضية في التوصل لاتفاق مع اتشنبونج ومحاميه يقضي بحصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة التي تقدر بـ 270 ألف دولار وأشار الموقع إلى أن مجلس قدارة الزمالك اتفق مع محامي اللاعب على دفع المبلغ على قسطين بحيث يحصل على دفعة أولى بقيمة 135 ألف دولار ودفعة أخرى بنفس القيمة بعد فترة ويحاول مسؤول الزمالك انهاء هذا الملف بشكل كامل خاصة وأن حسين لبيب كان قد نجح في وقت صابق في حل تلك الأزمة خلال رئاسته للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء وكان من المفترض أن يسدد المجلس الصادق المبلغ ولكنه لم يفعل ذلك ليلجأ اللاعب إلى الفيفا مصدر بالزمالك الجهاز الفني للزمالك قام برفع توصية لمجلس إدارة النادي بتجديد عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق وأشار الجهاز في توصيته إلى التزام اللاعب طيلة الفترة الماضية بجانب وضعه كأولوية عن بعض الترشيحات لملف تدعيم مركز حراسة المرمى عقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق ميران اليوم الثلاثاء في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة وشاهدة الجلسة حديث مطول من قبل المدير الفني مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الاستعداد بأفضل شكل ممكن خلال فترة التوقف الدولي الحالي كتب عمر أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك بعد إعلانه عن حل بعض القضايا قضايا أزمات القيد صرح عبر تطبيق إكسل للتوضيح لظروف توقيت الأجازات ولتعرض للعديد من الاتصالات من الإعلاميين اضطررت لكتابة التويت واختتم الأصل هو إعلان أخبار النادي من خلال المتحدث الرسمي أرجو قبول العزر شادي عيسى الزمالك استقر بنسبة 95 في المية على تولي الألماني فرانك فودو تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة وأضاف فرانك فودو عاد للصورة مرة أخرى لقيادة الزمالك وهناك من يؤكد أنه سيكون متواجد في معسكر الزمالك يوم 18 يناير بالإمارات وتابع لماذا فرانك فودو لأن إدارة الزمالك رأت أنه مدرب جيد وسيؤدي المطلوب منه بالإضافة أنه وافق على شروط النادي المالية وأيضا موافقته على حضور ثلاثة مساعدين فقط وهم مدرب مساعد ومدرب أحمال ومدرب ثالث ممكن لحراس المرمى وأتم فرانك فودو وافق على الشروط المالية للفارس الأبيض وتقليل عدد المساعدين وأصبح قريبا من تدريب الزمالك وخلال عشرة أيام سيكون مع الفريق أحمد سليمان فرانك فودو معروض على الزمالك من أجل تولي مهمة القيادة الفنية للفريق خاض حمز المسلوسي وعمر السيسي مجموعة من التدريبات التأهلية على هامش ميران ظهر اليوم الثلاثاء وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهلية في صالة الجيمنيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ضمن البرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما لإصابات عضلية تواجد يوسف حسن مهاجم الزمالك في ميران الفريق بعد خضوعه لجراحة في الكاحل منذ شهرين تقريبا وصل شيكابالا برنامجه التأهلية على هامش التدريبات وخاض شيكابالا مجموعة من التدريبات البدنية والتأهلية في صالة الجيمنيزيوم ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني لتجهزه لفترة المقبلة خاض منتخب مصر الأول تدريبه باستاذ العاصمة الإدارية داخل استاذ مصر بمدينة مصر للععاب الأولمبية شارك في الميران 26 لاعبا وهم محمد الشناوي أحمد الشناوي محمد أبو جبل محمد صبحي عمر كمال محمد هاني أحمد حجازي علي جبر أحمد سامي محمد عبد المنعم أسامة جلال محمد حمدي أحمد فتوح مروان عطية أحمد نبيل كوكا محمد النني محمود حمادة حمدي فتحي إمام عشور أحمد سيد زيزو مصطفى فتحي عمر مرموش محمود حسن تريزيجي ومصطفى محمد ومحمود كهرباء وأحمد حسن كوكا أدى الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي ثناء حراسة المرمى وأسامة جلال تدريبات تأهلية تحت أشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا حضر ميران منتخب مصر الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول لكرة القدم محمد صلاح كابتن منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في تصريح له بعد مباراة الأمس أمام نيو كاسل كنت أقول لنفسي بين الشوطين هل سأغادر للمنتخب بهذا الأداء لا لن أفعل ذلك وأكمل أود الفوز بكأس الأمم الإفريقية أرغب بذلك كثيرا ليفربول سيكون بخير بدوني خلال هذه الفترة أي لاعب سيلعب بدلا مني يستطيع القيام بما أقوم به واختتم اللاعب لمنتخب مصر يعني للكثير بإمكانك سؤال أي أحد عن ذلك لا يمكنك التعامل مع تمثيلك للمنتخب الوطني كأنه أمر مضمون ومسلم به أريد حقا الفوز بالكان محمد غرابة مدير منتخب مصر نتمنى تحقيق حلم الجماهير المصرية في كأس الأمم واختيار العاصمة الإدارية لأنه متوافر فيه كل شيء والملعب كأحوناك رائع للغاية والمنتخب المصري سيكون أول فريق يتدرب عليه وقلنا بتجهيز كل الأمور للاستعداد بشكل جيد للبطولة وأضاف منتخب مصر سيواجه تنزانيا يوم 7 يناير في السادسة مساء بعدها سنمنح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر لكوديفور يوم 9 يناير بطائرة خاصة في الثالثة عصرا ووصل بنسبة 85% كل اللاعبين المحترفين يصلون من اليوم إلى معسكر منتخب مصر ومحمد صلاح قد يصل يوم الثلاثاء أو الأربعة هناك تطور واضح في صفوف منتخب مصر والروح جيدة لللاعبين وهناك حالة حماس شديدة ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر ونتمنى دعم الجمهور والإعلام وننسى جميع الأمور الأخرى وأكد عبدالله السعيد لاعب كبير ووجوده في منتخب مصر من عدمه لا يقلل منه مطلقا فهو لاعب كبير وقدم الكثير وأشار إلى أن فيتوريا طلب تأجيل بعض المباريات من أجل تجهيز اللاعبين الدوليين ونشكر الرابطة واتحاد الكرة على الاستجابة لمطالب الجهاز الفني لمنتخب مصر وكل اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب بحالة جيدة ولا يوجد أي لاعب مصاب وإمام عشور جاهز تماما للتواجد في معسكر منتخب مصر وأوضح أنه يعمل لصالح منتخب مصر فقط ونجاحه في منصب مدير المنتخب من أجل الكثيرين لأنه يحمل على عاطقه طموحات وأحلام جماهير الكرة المصرية والمنظومة بالكامل مترابطة بدءا من حازم إمام مرورا بروي فيتوريا وباقي أفراد الجهاز الفني ونتمنى تحقيق النجاح في المرحلة المقبلة والتتويج بأمم إفريقيا والصعود لكأس العالم وأتم ياسر إبراهيم لاعب جيد واستبعاده رؤية فنية لفيتوريا الذي لديه أولويات معينة وهو صاحب الحق في الإختيارات ويجب أن ننسى كل ذلك وأن نركز في المرحلة المقبلة فقط وأن نحظى بدعم كبير عامر حسين رئيس لجنة المصابقات اعتذار الأهل والزمالك عن كأس الرابطة له سلبيات تتمثل في أن البطولة سوف تتأثر جماهيريا ولكن الإيجابيات تكمن في أن كل الفرق المشاركة أصبح لديها دوافع كبيرة وحصد اللقب استغلالا لغياب الأهل والزمالك عامر حسين عن عقوبة محمد إبراهيم في السوبر بعض الأشخاص الذين لهم أغراض شخصية قاموا بربط عقوبة محمد إبراهيم بعقوبة حسين الشحات في واقعة سابقة رغم أن الأمور مختلفة والوقائع مختلفة كل واقعة مختلفة عامر حسين روي فيتوريا مدرب مميز جاء لمشروع مستقبلي وليس لخوض بطولة أو البقاء الستة أشهر ثم الرحيل وإنما يختار لاعبين للمستقبل ورجيل ميكيلي من أعطم المدربين تولى مهمة منتخب مصر الألمبي الذي تهرب البعض منه في بعض الفترات لا نتدخل في عمل فيتوريا وإنما نسانده ونوفر له كل سبل الراحة وعندما يصبح انتقاد القائمة النهائية لمنتخب مصر في اسم أو اسمين فقط تعلم أن ذلك إنجاز محمد الحصري مدير الكرة بنادي الجونة لم يتواصل معنا أحد من الزمالك طالبا قطع إعارة أحمد محمود لعب الجونة المعار من الفارس الأبيض وتابع حتى الآن أحمد محمود مستمر مع الجونة لنهاية الموسم موعد انتهاء إعارته خاصة أنه من العناصر الأساسية للفريق ولا يوجد نية للتفريط فيه خلال يناير القادم بس كده دي كل أخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكرة أكون خفيفة لألبكم ادعمونا بلايك الفيديو سبسكريب للكولوم وتشكلين جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام